ننتقل إلى صحيفة ياني الشفق وفي تركيا إصابة تسعة أشخاص في تفجير استهدفة لمركبة تقل شرطة من سيارة مفخخة أصيب تسعة أشخاص في تفجير استهدف مركبة تقل عناصر شرطة في ولاية ديار بكر جنوبي شرقي تركيا صباح اليوم الجمعة أصيب ثمانية من عناصر الشرطة ومدني في تفجير بواسط السيارة مفخخة استهدفت مركبة تقل عناصر شرطة في ولاية ديار بكر جنوبي شرقي تركيا وفدت وكالة الأناضول أن الهجوم تم بواسطة سيارة مفخخة جرى تفجيرها لدى مرور حافلة صغيرة تنقل أفرادا من شرطة مكافحة الشغب على طريق ديار بكر مردين وعلفت إلى أن التفجير أصفر عن مقتل ثمانية من الشرطة ومدني نقل إلى مستشفيات المنطقة قالت الولاية في بيان إنه لا يوجد خطر على حياة المصابين من الهجوم الإرهابي الذي وقع في الخامسة صباحا وأوقفت السلطات الأمنية خمسة مشتبهين على خلفية الهجوم ترجمة نانسي قنقر